بعد نحو شهرين من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية عقب ثورة عام 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي لم يعين الرئيس التونسي قيس سعيد بعد حكومة جديدة ولم يخطو خطوة بهذا الاتجاه سعيد واصل استخدام أوصاف عامة يهاجم فيها خصومه السياسيين ويحاول دغدغة مشاعر الشعب المثقل بالأزمات وآخر تصريحاته في هذا الإطار قوله إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بالخوانة في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة أكبر أحزاب البرلمان المعلقة لم يكتفي سعيد بذلك فوفقا لأحد مستشاريه فإنه كان يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام وهي خطوة رفضها الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير ليعود الرئيس التونسي بعد ذلك عن قراره ويؤكد أن أي تعديلات يجب أن تجرى ضمن إطار الدستور الحالي ويبدو أن الدائرة المعارضة لسياسات سعيد تتسع مع إعلان خمسة أحزاب عن رفضها لدعوات تعليق الدستور وحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار مستغربة من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبة الرئيس بالالتزام بتعهداته وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة واستنكرت هذه الأحزاب ما قالت إنها اعتداءات متكررة على الحقوق والحريات ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية عن هذه التجاوزات الخطوات التي اتخذها قيس سعيد والتي قال إنها جاءت لإعادة تونس إلى المسار الصحيح لم تؤتئ كلها حتى الآن فوعوده المتكررة بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال لم يتحقق بينما يؤكد خصومه وفي مقدمتهم حركة النهضة أن الرئيس أدخل البلاد في نفق لا يقل قتامة عما كانت تعيشه قبل ما تصفه بالانقلاب على الديمقراطية وبين هذا وذاك يبقى الشعب التونسي فريسة التجاذبات السياسية التي تزيد من محنته وتضاعف أزماته